اهلا بكم يا شباب في لسن جديد النهاردة هنتكلم على جزء من الويفز اللي هو الساوند ويفز وفي البداية عايزين بس نفهم هو الساوند ده عبارة عن ايه بالزبط الساوند ويفز هو عبارة عن بتحصل في ميديم لما حاجة بتعمل زي ايه مثلا زي اللوت سبيكر لما بتيجي تطلع لقدام وترجع لورا لما بتيجي تطلع لقدام بتخلي الموليكيلز بتاعة الير يحصل لها كومبريشن بتزق الموليكيلز قريب من بعض ولما بتيجي ترجع لورا بتسيب حتة فاضية كده والحتة الفاضية دي هي اللي بنسميها rare factions rare factions دي كلمة عبارة عن جزئين مع بعض rare يعني نادر منطقة فيها موليكيلز قليلة وفاكشن يعني قطاع او منطقة في وسط الميديم فهي rare faction منطقة فيها موليكيلز قليلة طيب دلوقتي لو انا عايز ا represent sound wave ازاي ارسمها صح لو قال لي ارسم شكل الموليكيلز عاملة ازاي في sound wave كايني واخد snap shot كده من شكل الموليكيلز الكمبريشنز بتبع حتة فيها الموليكيلز قريبة من بعض فانا هرسم مثلا dots كده قريبة من بعض بس مع الوقت الموليكيلز دي هلاقي في ال space ما بينهم عمالة تكبر توسع كده وبعدين هلاقي الموليكيلز بتارت تقرب تبعد تاني من بعض وبعدين التالت تبعد تاني عن بعض تقرب وبعدين تبعد وهكذا كل حتة فيها الموليكيلز قريبة من بعض هنسميها compression فالدي compression دي compression وهكذا with distance by the way ما بين compression وي compression ده equal to one complete wavelength في sound wave والحتة اللي هي اوسع حتة خالص دي بنسميها rarefaction دي اكتر حتة الموليكيلز فيها بعيد عن بعض دي بنسميها rarefaction وبرضو distance من rarefaction لrarefaction دي برضو بنسميها wavelength فانا ده اللي بيحصل لما الobjects عمتا بت vibrate فانا اي vibrating object بيطلع في الميديم اللي حواليه compression و rarefaction ودي اللي هي بتبقى sound wave طيب في جهاز كده اسمه tuning fork كانوا بيستعدموه زمان عشان يزبطوا بيه frequency بتاعت strings مثلا بتاعت guitars او violins الحاجات اللي فيها strings برضو ال piano من جوه بيبقى في خيوط strings كده ودي اللي بتطلع sound معينة tuning fork دي بيبقى ليها اطوال معينة وكل طول بيطلع frequency مختلفة عن الطول اللي بعده فعدلوقتي الت tuning fork دي بتعمل ايه كل اللي هي بتعمله ان انا لو خبطتها لو عملت لها hitting من ناحية ال two lines بتوعها ال two rods بتوعها بيبتدوا يعملوا vibration والvibration دي هي اللي بتزق الموليكيلز بتاعت الهوى اللي حواليهم بتعمل compression ولما تيجي ترجع بتسيب وراهم حتة فاضية فده بيعمل rarefaction خلينا نتفرج كده على simulation لشكل ال loudspeaker وهي بتطلع sound waves وشكل tuning force وهي بتطلع sound waves فانا for example دلوقتي انا بتكلم في microphone والsimulator ده بي represent ايه اللي بيحصل في ال loudspeaker انا لما بيجي تكلم ببعث alternating current جوه السلك بتاع microphone وبيبعث هو في quail solenoid كده حوالين magnet current عمال يروح ويجي فانا دلوقتي لما بيمشي current في direction معينة المagnet ده بيزوقي كويل لبرا لما بيمشي في opposite direction بيزوقه الجوه فانا دلوقتي كل ما انا بتكلم ال loudspeaker كون عمال يطلع ويدخل وهو بيطلع بيبعث compression الحتة اللي هي بنشوفها ضياءة دي اه وانا بتكلم فانا for example هطلع sound سريع سريع كده ده بيبعث compression جوه اللي زرقة دي هي بتاعة كل لما بقول كلمة انا ببعث compression في وده اللي بيبعث برضو انا دلوقتي لما باجي اه اشوف ازاي بتعمل شكل في بتاعها بقول انها وهي بتعمل كده انا بخلي اللي حواليها معها يمكن المنظر بتاع هنا مش باين خلينا بس نسبت الماليكلز شوية دلوقتي بتاديت اشوف منظر compression compression الحتة الدايقة اللي هي بتمشي مع الميديم كده وهي الحتة اللي بتبقى واسعة طيب انا دلوقتي لو زودت هبتدي اشوف compression دي عددها اكتر لو انا لو انتم مش شايفين شكل compression او ممكن تركزوا الفوكس بتاعكو على كلمة كده هتلاقوا شكل الوايفز بتدى يبان اكتر او ركزوا في اي حتة تانية غير السنتر بتاع السكرين دلوقتي هتلاقوا شكل الوايفرونز اللي هي compression دي ابتدت تبان شوية فانا بايزيكلي ده الفكرة بتاعت الساوند ان انا بخلي حاجة تعمل و و تفضل تبعت وما بين و بلاقي في حتة المركز فيها قليلة او فاضية شوية ده اللي احنا بنسميه rarefaction احنا بنسمع الساوند بن احنا بن بندتكت عندنا في حاجة كده اسمها ايردرام اللي هي الحتة المرسومة بال دي هنا والايردرام متوصلها ببون كده للنيرب بتاع الودن بتاعتنا النيرب بتاع الودن بتاعتنا فيه لوب كده النيرب اللي متوصلها في اللوب دي عندها different length الويرز عندها different length كل length بيريزونيت او بيريكت لفريقونسي معينة من الساوند فانا الفريقونسي مسلا من العيلة بتبقى في السنتر بتاع اللوب دي اللي هي النقطة الحامرة انا دلوقتي هعمل ساوند مختلفة فانا دلوقتي اشغل الفريقونسي بتاعت الساوند اغيرها وهنبتدي نشوف ان فيه different parts من اللوب دي عمالة ترياكت بس فيه حتة كده مش هنقدر نسمعها او فيه ناس هتسمعها كويس فيه ناس هتسمعها وحش كل ما بغير فريقونسي حتة مختلفة من النيرف بتاعي بتحس بيه فهو دي بايزيكلي الساوند هو احنا بنديتكت الفايبريشنز بتاعت البودز اللي حوالينا والفايبريشنز دي بنترجمها دماغنا بتترجمها لساوند طيب دلوقتي لما قلنا ان انا عندي عند الكمبريشنز بيحصل ان المولكيز بتقرم من بعض لو فاكرين في الثيرمل في الشابتر بتاع الترجم والحاجات دي لما كنا بنزود الفيليم بتاع اي جاذ البريشنز بتاعه كان بيقل لما كنا بنقلل الفيليم بتاع جاذ بتاعه كان بيزيد طب انا دلوقتي لو عندي عند الاتموسفيريك يعني الليفل بتاع الجراف اللي عندنا هنا ده ده في النص اللي هو ده اللي هو الاتموسفيريك على الواي اكسيس بتاعه. فانا الواي اكسس هو بتاع الميديم والساوند ويف ماشية فيه. طيب عند الحتة اللي هي اسمها كومبريشن. هلا ان انا في كومبريشن الفوليوم بتاع الموليكيلز بيقل كلهم بيقربوا من بعض فبالتالي ده هيعمل لي هاي بريشن. وعند الرير فاكشن الفوليوم بتاع الموليكيلز بيزيد بياخد سبيس اوسع فده هيعمل لي لو بريشن. فانا ممكن يسأل لي برضو ديفاين يعني ايه كومبريشن. اقول له ان الكومبريشن فيها الموليكيلز are very close to each other and they have high بريشن. طب يعني ايه فيها الموليكيلز? وعندهم لو بريشن. طب هاير دان مين والاور دان مين قصدي من الاتموسفيرك بريشن او البرشن العادي بتاع الماتيريال او الاتومز اللي الاردي موجودة فيها. فساعات كده بنسمي الساوند ويف دي بريشن. ويف لان الموليكيلز لما بتقرب ده هاي بريشن لما بتبعد ده لو بريشن ولما بتقرب ده كومبريشن بتبعد ده اسمه واي سيريز او كومبريشن او رير فاكشن دي بنسميها ساوند ويف. طيب الساوند زي اي ويف ليه شوية بروبيرتز كده? اولا لازم اعرف الساوند ويف دي عبارة عن انهي نوع من انواع الوايبز. هي مبدئيا ميكانيكال ويف لان فيها بتتحرق بتفايبريت. ولو مفيش بورتيكيلز كده يبقى مفيش ساوند ويف. ثانيا هي نوع من انواع اللونجيتيودونال ويف. هي مش transverse ويف. هي النوع الوحيدة اللي علينا في المنهج اكتشلي لونجتيودونال ويف. هي عبارة عن ايه? هي عبارة عن سريز of compressions and rarefactions. وقلنا ان انا distance من compression لكمبريشن ده اسمو ويف لان ديستانس من rarefaction لrarefaction ده برضو ويف لث يعني هنا في rarefaction ايه? من هنا ليه هنا ده برضو one complete ومن السنتر بتاع كمبريشن للسنتر بتاع كمبريشن برضو ده one complete wavelength. او distance ما بين ايتو corresponding points برضو ده كان اسمو wavelength. طيب هنا لو جينا نرسم by the way wavefronts مش هنرسموا معبارة عن crests. انا بتكلم انهما compressions مش crests. طيب بما ان sound wave هي mechanical wave. it needs a medium. يعني ايه needs a medium? يعني مش هينفع تمشي في vacuum. cannot travel through vacuum. حتى في experiment اتعملت عشان نشوف actually sound هيقدر يمشي في vacuum ولا لأ? جابوا glass jar كده بيسموه bell jar. يعني كانوا jar محطوط بالعكس. وعملو له ceiling من تحت. افلوه من تحت على disk. والدسك ده كان متواصل بbacking pump. الbacking pump بدل ما بتpump in air بتpump the air out. وكان جوه ده حطينا electric bell. والelectric bell ده كان عمال يرن. لما كان في air جوه الجار لما كان فيه جوه الجار البل ده كنا سمعين صوته برا الجار لان برا برضو في air molecules. فكانت ال air molecules اللي جوه الجار بتpump. وبعدين وصلت ال vibration دي لل glass molecules. فال glass molecules بتاريت تpump. وبعدين glass molecules نقلت ال vibration دي لل air molecules اللي برا. لغاية ما ال vibration وصلت لودننا. فبنسمع. لكن دلوقتي كل لما انا كنت بشيل ال air. يعني كل لما بيبقى less air inside the jar. كنت بلاقي ان ال volume بتاع الساوند عمال يصغر. لغاية ما بقى ما فيش air جوه الجار خالص. ما كانش فيه اي ساوند واصل لبرا. لان بالاخر ما كانش فيه molecules جوه الجار تpump. فبالتالي ال vibration ما ما ادرتش توصل لبرا. لان ما كانش فيه اي ميديم ما بين الجرس. ما كانش فيه ميديم ما بين البل. والاوتسايد ويرلد. فالبال ما طلعش اي صوت. هو بس كان عمال يرن بس ما بيطلعش اي صوت. تتقولي اما الاسرونتز بيكلموا بعض ازاي في الاسبيس. ما اقول الاسبيس ده برضو. الفكرة بقى ان جوه الهلمت بتاعت كل واحد من الاسرونتز دول فيه ديفايس كده. الديفايس ده فيه ميكروفون وفيه لود سبيكر. الميكروفون بياخد الساوند. اللاوت سبيكر بيطلع الساوند. بس الجهاز نفسه جوه ترانسمتر. بيحول الساوند ويف لراديو ويف. الراديو ويف دي بتوصل الهلمت بتاعت الاسرونتز التاني. فيه برضو سيجنل ريسيفر من الناحية التاني. وبردو فيه ميكروفون وفيه لود سبيكر. الفكرة بقى ان انا الوايف اللي راحت للريسيفر ده. طلعت من السماعة. فانا دلوقتي اللي بيحصل ايه? الميكروفون اللي جوه الهاتسات بتاعت الاسرونتز بيحول الساوند ويف انتو ريديو ويف. والراديو ويف هي اللي بتتبعت سبيس لانها مش ميكانيكال ويف مش محتاجة موليكيل. وبعدين جوه الهلمتز بتاعت الاسرونتز التاني فيه حاجة بتحول الراديو ويف انتو ساوند ويف وبتطلعها من اللاوت سبيكر. مش الساوند هو اللي بيمشي ثرو سبيس. لا ريديو ويف هي اللي بتمشي ثرو سبيس. او ساعات كمان بتبقى مايكرو ويف. طيب برضو الساوند ويف زي اي ويف هي بيحصلها رفلكشن رفلكشن ودفلكشن. احنا بس هنركز على الرفلكشن اف ساوند اللي اسمه باي the way اكو اللي هو صادة الصوت. الاكو ده هو عبارة عن رفلكشن اف ساوند. يعني لو قال لي ايه هي الاكو اف ساوند هو برضو باي the way بيأبلاي عليه يعني لو انا عندي فيه بيطلع ويف كده. اه عند الحتة بتاعت الانترسكشن ما بين بتاعت الساوند ويف اللي هي تبقى عبارة عن ده اللي هما راحين ناحية الهول هي هيرفلكت بانجل اد اللي هو خبط بيها دي اسمه هيرفلكت بانجل ادها انجل اوف رفلكشن. طيب دلوقتي معلومة كده ازغيرها ان بتبقى تقريبا على السورفز بتاع الارض طب عشان انا اعرف اميز اه صوت ايكو كويس يعني انا هزع مسلا اقول اسمي اه مرة واحدة واسكت ومستني اسمع بتاعتها مسلا من حيطة او او من جبل او كده. انا محتاج ما بيني وما بين الجبل تكون قد ايه يعني اللي انا محتاجها عشان افرق ما بيني الصوت اللي طالع من بقي ورايح لودني ده قليلة جدا وما بين الصوت اللي راح خبط فيه الحيطة وبعدين رجع لي اه تاني محتاج ايه مسلا انا محتاج على الاقل على الاقل عشان افرق ما بين طب دي ايه اللي هيحصل فيها? هيكون ماشي فيها اسمها دي مني لغاية وبعدين ماشي نفس دي وهو راجع من الرفلكتيني سوربس لغاية مي اير فانا اكشلي الديستنس اللي انا مشيتها مش دي الديستنس اللي انا مشيتها هي 2 دي فانا لو استعدمت الكونسيط ان الوايز بتمشي في 1 medium بيقناس انسبيد اقول ان الاسبيد ايكوال ديستنس اوبرتايم بس الدستنس المرادي هتبقى تويس الدستنس مابيني ومابين طب لو انا عارف اللي هي 340 وبقول ان ده مبيني ومبين على الاقل 0.1 عشان افرق مبين اللي طلعت من بقي وداخلت في ويدني على طول اللي راحت خبطت في ورجعت تاني اقول دلوقتي لو انا حطيت هولا ان الدستانس هتبقى 340 times 0.1 over 2 الـ 0.1 طلعت بالمانتبليكيشن ايه 2 راحت الناحية التانية بالديفيجن هلاي ان انا محتاج على الاقل 17 مبيني ومبين اي سيرفس عشان يحصل ايكو كويس فانتوا وانتوا قاعدين جوه اوضة ليه مش بتسمعوا ايكو كويس عشان الاوضة دي بتاعها الاسبيس بتاعتها اقل من 17 ميترز طب تقولي منا مفروض لو انا قاعد في اوضة بوكس كده وانا في النص هنا ممكن اقول ان الساوند راح خبط في الحطة دي وبعدين ريفلكتت في الحطة دي وبعدين ريفلكتت فوق وبعدين جاء ليه ممكن تكون ديستانس دي كلها انا بعضها 17 ميترز او اكتر من 17 ميترز مثلا عندي هيروح راجع محتاج 34 ميترز فممكن الساوند يروح يخبط ويفضل يرفلكت كده ويفضل ماشي لغاية ما يرجعلي عشان كده لو انتوا عملتوا ساقفة مثلا صوت سريع جدا كلاب كده صغيرة فوسط الاوضة مش هتسمعوها بتخلص بسرعة مش هتسمعوا ساقفة صغيرة هتسمعوا الصوت شوية حتى بعد ما تخلصوا الساقفة بتاعتكم هتلاوي الساقفة صوت هنطول شوية دولي ريفلكشنز الكتيرة اللي حصلت في الاوضة ده كزا ساوند جايلي ورا بعض بس ليه مش واضح صوت كلاب وبعدين كلاب تاني عشان قصيرة جدا فانا مش عارف افرق ما بين اللي هو الساوند اللي جالي على طول من بقي والساوند اللي حصل من الحيطة اللي على الشمال ومن الحيطة اللي فوق ومن الارض ومن اليمين ومن قدام وهكذا دي جات ورا بعضها بسرعة جدا فأي يعني ما بين الساوند وبعضها فاتهيالين انا بسمع وان ساوند طويل شوية اكستندد شوية عن اللي انا عملته طيب دلوقتي في حاجة بنستخدمها جهاز احنا قريدي اتكلمنا عليه في الشابتر بتاع الالكترونيكس او الديبيس اللي هي مش نورمال ديفايس اللي احنا باستعدامها زي الثرمستر والل دي ار والدياد عشان نشوف شكل الكارنت اللي بيطلع خصوصا في الدياد والريكتيف عشان نشوف شكل الـ الـ اللي تحول لدي سي كان اسمه كاثود ري قصليسكوب الكاثود ري قصليسكوب ده لو انا مش موصله بسيركت لو انا موصله بميكروفون الميكروفون ده هيحول للساوند للألكتريكال سيجنل والألكتريكال سيجنل اكشلي هتوريني شكل الساوند ويف عملة ازاي فانا مسلا دلوقتي ده شكل بيعمل نفس بتاعة الكاثودري اصليسكوب فو انا بتكلم دلوقتي هو بيوريكو شكل الساوند ويف بتاعتي عملة ازاي يعني لو انا عملت سفارة بكونستان فريقونسي المنظر هيبقى شكل السابتة دلوقتي فانا شفت شكل بس الفريقونسي بتاعتها كانت عالية عشان ده صوت بنسميه سرسع شوية او طب لو انا عملت صوت شوية صوت خين شوية ابتديت اشوف شكل فرق ما بين بس طبعا انا وانا بتكلم انا بطلع كذا فريقونسي مش عشان كده المنظر بتاع الوايف مش ثابت على شكل ده فانا دي الطريقة اللي احنا بنشوف بيها وبنمونتر بيها شكل الساوند بعد ما فهمنا ايه هو الساوند عليا في المنهج ان انا اعرف شوية لالسبيد فانا فور اكزامبل لالسبيد هي سبيد ساوند ايير و ايه و و في الار انا ممكن تكون السبيد توصل في اي حاجة مبين 300 لغاية 360 متر بس اللي احنا هنفتكره 340 متر ساوند الووتر الرينج بتاع السبيد بتاعتها 1500 متر ساوند وفي الستيل بتبقى الرينج بتاع 5000 متر ساوند دي باي ذوي فاليوز حفز زي مثلا الجravitation field strength او gravity acceleration على surface بتاع الارض كان ب 9.8 متر per second squared او نيوتن بر كيلو جرام وبرضو اللي هي التمبراتير بكل عشان نحاول من سلسلسل لكل بعمل بلس 273 ده برضو رقم حفز وال سبيد of light برضو كان 3 times to the power of 8 في vacuum او في air كل الارقام دي علينا حفز فيهم التلاتة دول in air ب 340 in water 1500 in steel او concrete بتبقى 5000 مش لازم في الامتحان يبقى ال values اللي هو هيقول عليها exactly دول بس ممكن يقول مثلا choose appropriate speed او reasonable speed لل speed of sound in مثلا steel وبدل ما يديني 5000 كاتب لي 6000 4000 3000 دول كلهم قريبين من 5000 اللي انا حافظها فانا هختار دول بس مش هينفع مسلا اختار اللي هي 500 000 لا دي بعيدة جدا يبقى دي مش صح برضو علي احنا عرفنا اصلا في كل من دول ازاي علينا في المنهج بتاعنا 3 منعرف بهم منهم منهم 2 و ومثل التالتة ما بتجيش اسئلة عليها كتير لان ما فيهاش كلام كتير قدر اقوله لكن الاتنين مثل الثانيين اللي هي واحدة بنسميها simple method و echo method دول اكشلي ينفع اتكلم فيهم شوية لان هتطر اعمل فيهم و اقدر اكتب ها وكده طب ايه هي simple method اولا لازه يكون عندي source بيطلع sound وكمان light في نفس الوقت يعني for example a flare gun هيتطلع puff of smoke وفي نفس الوقت هيتطلع sound wave هتمشي ناحية observer فانا في عندي حاكتين هيمشوا light wave اللايت بيمشي بسرعة جدا اللايت الاسبيد بتاعته 300 million meters per second والsound wave الاسبيد بتاعته 340 meters per second فانا تقريبا اللايت بيمشي مليون مرة اسرع من الساون فانا في واحد بيبقى ماسك البستل اللي هو source ده وفي واحد تاني بيبقى ماسك stopwatch الstopwatch اللي هيعمله اول ما هيشوف اللايت اول ما هيجيله light wave هيدوس start على stopwatch واول ما الساوند هيجيله هيدوس stop على stopwatch فاقول ان انا همجر ايه ايه الحاجات اللي انا هعمل لها measurement بتاعتي اولا time between seeing and hearing the light and hearing the sound طب انا كده حسبت time ناقص لي ايه عشان ايه speed speed equal distance overtime فانا محتاج كمان مع time ان انا ايه distance ما بين source وال observer طب ال distance دي انا محتاج هتكون قده عشان observer يلحق يدوس start و stop انا محتاج على الاقل two seconds عشان overcome المشكلة بتاعة human reaction time فانا لو reaction time بتاعي في الرينج بتاع 0.5 seconds زي ما قلنا في اول شابتر خالص فانا لو time بتاعي one second 0.5 دي حاجة كبيرة بالنسبة لي one second فانا محتاج على الاقل two seconds يعني محتاج double speed بتاعة sound في الاير عشان الحاق ادوس start و stop فانا على الاقل يعني لازم تكون ال distance تعطي اكبر من six hundred meters عشان اعرف افرق ما بين light وال sound وكمان في نفس الوقت الحاق ادوس start و stop فانا بتاعتي هي عبران ايه؟ اولا ان انا هخلي distance as long as possible بحيس ان انا برضو قدر اشوف light يعني مش هعمل distance طويلة قوي لدركة انا ما شوفش light اصلا فانا ما عرفش امتا دوس start ثانيا بما اني دايما لو بدينا بنعمل repeating وبنعمل averaging بنعمل average time ونشوف بقى average time ده هو بقى اللي انا هستخدمه في الéquوشن بتاع speed equal distance over time بس time ده هيكون average time بعد ما كررها مثلا ثلاث مرات او اربع مرات واخد لهم average طيب سؤال بيجي على experiment دي بالزات لو انا بعمل experiment دي assumption انا اخدته وانا بعمل calculation وما اخدناش اي اعتبار لي اي assumption ده انا افترضت ان time اللي light طلع فيه هو بالضبط time اللي light وصل فيه فانا assumption بتاعي ان ده assumption بتاعي طب هل assumption ده valid يعني ينفع استخدمه ولا ما ينفعش هل فعلا time ما بين ما اللي طلع وال light وصل كان كبير لدرجة ان هو يعملي error جامدة في calculation بتاعتي اقول لك لا time بتاعي لو انا اخد مسلا time two seconds that time بتاع experiment نفسها وكان distance بتاعتي كانت 1000 متر لو جيت احسب بق اللايت هيكون اخد وقت قدية لما يمشي 1000 متر هقول ان انا عندي دلوقتي time هو distance over speed يعني 1000 over 300 million يطلع time اللي انا هاخده عشان اللايت يمشي تقريبا 3.3 times 10 to the power of negative 6 seconds الرقم ده بالنسبة ل2 seconds almost nothing almost zero فانا ينفع اعمل الاسمشن ده بس ممكن يسألني هو ايه الاسمشن اللي انت عملته اصلا ان اول ما اللايت طلع من انا على طول شفت اللايت بس هو اكشي اخد شوية وقت عبال ما وصلني بس الوقت ده قصير جدا فانا ينفع اعتبر ان التايم ده مش موجود هل دي accuracy لا دي مش accuracy بس الارر صغيرة جدا 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 البرسنتج ارر قليلة قوي لدرجة ان انا اقدر اعتبرها مش موجودة اعتبرها يعني assumption فانا الاسمشن بتاع ان بتاعتي ان اخلي طويل على قد مضر وان انا اعمل repeat لتايم واخد average ايه بتاعتي مبين السورس وال observer وال time اللي فيه مبين هيشوف ال light وهيسمع الساون تاني مثل بتاعت عندنا هي ان انا استخدم ال reflection بتاع الساون اللي احنا بنسميه echo طب دلوقتي انا هعمل ايه هخلي واحد معا sound source عندي source of sound وفيه واحد تاني observer جنبه observer ده هيجيله اتنين sound waves اولا هيجيله sound wave من السورس على طول ودي مش هتاخد تقريبا اي وقت خالص وهيجيله sound wave راحت خبطت في reflecting surface وبعدين رجعت له فاسمعها فانا عندي فيه اتنين sound wave واحدة راحت direct واحدة راحت ورجعت وهخلي برضو distance على قد مقدر طويلة دي برضو precaution وبردو بما ان observer هيمسك stopwatch ويقيس time فبردو عندي نفس precaution بتاعت ان انا هريبيت الاسبرمينت واخد average اللي انا هعمله ايه دلوقتي ان انا الابزوربر ده هيمسك ال time ما بين اي و اي ما بين ال first sound اللي وصله على طول من السورس and الايكو اللي جاله من ال reflecting surface فانا كده حسبت ال time والحاجة التانية ان انا هيقيس distance ما بين a source و ال reflecting surface طب لو انا سميت distance دي اسمها d المرة دي مش هستعلم speed equal distance over time المرة دي هقول ان speed equal twice a distance over a time لانا distance اللي انا استعى كانت مبيني ومبين surface بس انا مشتها مرتين مرة لما روحت ومرة تانية لما رجعت فتبقى speed equal twice distance ما بين observer وال source من reflecting surface طيب اخر طريقة بستعدم electronic devices electronic devices زي ايه زي مثلا microphones اتنين microphones هوقفهم على stands و east distance ما بينهم بroller فانا عندي stand هايشور على حتة في المسطرة والstand هايشور على حتة تانية كده ناقص distance ما بين الاثنين microphones وهحط loud speaker هتطلع very sharp sound sound بيخلص بسرعة جدا فانا دلوقتي sound wave compression اللي هتتعمل هتمشي الاول توصل لأول microphone المايكروفون يبعت لتايمر يقول له start time وبعدين eventually هتوصل يبعت للتايمر يقول له stop time فانا عندي هنا automatic timer او عشان يقس لي time ما بين والبالس وهي معدية من اول والبالس اللي معدت على تاني microphone فانا كده عندي معروف ما فيش مشاكل وكمان عندي distance معروفة فانا قادر دلوقتي احسب بس بما اني مش مستخدم فانا دلوقتي مش محتاج اقول الفكرة بتاعت ان انا هريبيت واخد لان انا ما عنديش اي error حصل في الموضوع خالص ك و distance ممكن اعملها distance طويلة جدا بحيس ان انا بتاعت بتاعت المسطرة يعني مثلا اخلي distance اكتر من 10 سنتيميتر عشان اللي انا ممكن اغلط فيه بتاعت المسطرة يبقى حاجة قليلة جدا بالنسبة للريدنج اللي انا هاخد دلوقتي نتكلم على شوية في الساوند اللي احنا مفروض نبقى عارفين عن الساوند حاجتين حاجة اسمها لودنس وحاجة اسمها ايه هو اللودنس اللودنس دا بيعبر عن الانرجي اللي جاية من الساوند لو انا سمعت دا معناه ان عندها انرجي عالية لو انا سمعت دا معناه ان عنده انرجي قليلة طيب ازاي هشوف شكل عنده على اللودنس او فانت ساوند على الجهاز اللي هو اسمه كاتودري او سليسكوب لو دي الاريجنال ساوند ويف اللي عندي لو عليت الصوت بتاعها الامبليتود بتاعها اللي هو من الكرست ل الاندستر او من تراف الاندستر هلاقي الامبليتود دا كبر فانا دلوقتي كل لما الامبليتود بيزيد اللودنس بتزيد كل لما الامبليتود بيقل دا معناه ان انا عندي فانتر فانا اللودنس بتقل لو الامبليتود قل اللودنس بتزيد لو الامبليتود بيزيد طيب حاجة تانية اسمها البيتش دي اللي هي حدة الصوت هو صوت تخين تقيل زي صوتي دلوقتي وانا بتكلم ولا صوت مسرسع مثلا صوت بتاع مثلا شباك الصوت اللي هو بيضايقنا اللي هو الصوت المسرسع دا بنسميه high pitched طب ال high pitched sound دا شكله هيبع عامل ازاي هيبع عنده frequency عالية يعني ال high pitch عنده frequency عالية اللود sound عنده amplitude عالية الامبليتود بيأثر على loudness ال frequency بتأثر على pitch طيب frequency عالية باي دو وي معناها هي هشوف عدد waves اكتر طب لو low pitched زي صوتي انا دلوقتي صوت تقيل تخين كده هلاقي ان انا عندي عدد waves قليل يعني frequency قليل اذا بنسميه low pitched sound برضو عشان نتخيل نوعية sound او شكل sound عامل ازاي انا برضو هيبقى في عندي simulation هنا هشغل لكم الاصوات بتاعة frequency انا عندي هنا ما بتدي من 20 hertz وده شكل wave طويلة جدا كده هبتدي ازود frequency كلما بازود frequency الwavelength بيغصر طيب شفتوا انها دلوقتي كلما بازود frequency عدد waves بيزيد 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 طب نوصلها للصوت مش مزعج اوي سي مثلا عندي الصوت ده لو قللت volume الصوت وطي بلاقي amplitude L عليت volume بلاقي amplitude Z فانا دلوقتي volume بتحكم فيه بالamplitude pitch بتحكم فيها بالfrequency ودي الكاركتوريستيكس بتاعة sound wave طيب اخر حاجة هنتكلم عليها انتو لو تخدتوا بالكم في السيميليشن اللي فات دي انا كنت بزود من اول 20 hertz لغاية 20 thousand hertz ودي اللي انتو كنتوا سمعين ها يعني لو رجعنا تاني لل السيميليشن انا دلوقتي وطيت الفوليوم على الاخر اوطيتوا بحيث ان الصوت ما بيبقاش موزعج اوي انا مبتدي هنا من 20 hertz ممكن يكون في حد فيكو لو لابسين هيدفونز او سبيكرز على ودانكو على طول ممكن تكونوا سمعين هم كده خفيفة شوية رجع ازود في frequency الصوت بيتغير كل دي انا عمل ازود frequency انا وصلت 5000 hertz 8000 9000 10000 11000 13 14 15 في ناس بطلت تسمع انا ممكن اعلي بس سنة شوية عشان اتلاقي نفسكو دلوقتي سمعين شوية نزود frequency كمان ممكن في ناس بقى دلوقتي سمع دي وفي ناس مش سمع ممكن علي volume كفاية عشان تسمعوا الصوت ده اقول ان انا عندي دلوقتي ايه اللي بيفرق في sounds دي انا frequencies d the range is actually the human ear can hear فانا ده range of hearing of humans من 20 thousand hertz ل 20 hertz ده اللي احنا نقدر نسمع فانا او مين اللي احنا بنسميه audible range هقول من 20 hertz لي 20 thousand hertz او 20 kilo hertz طب sounds اللي هي الfrequency بتاعتها الobject اللي بتفايبريت بفريكنسي اقل من 20 hertz دول بنسميهم ايه دول بنسميهم infra sound و الobject اللي بتفايبريت بفريكنسي اعلى من 20 thousand hertz دول بنسميهم بيطلعوا حاجة اسمها ultra sound فانا كلمة infra معناها فريكنسي اقل ultra معناها فريكنسي اعلى و احنا بنسمع في ال range اللي احنا بنسميه audible range اللي هما من 20 thousand ل 20 hertz كفريكنسي طيب احنا علينا برضو في المنهج ده جوز جديد بتاعة ultra sound ك humans احنا بنستخدمهم في مدام احنا اصلا ما بنسمعهم انتو ممكن تكونوا شفتوا المنظر ده قبل كده اللي هو بنستخدم فيه حاجة اسمها اه ال جهاز نفس هيبقى اسمه او احنا بنتكلم عليها بنسميها او ايكو لوكيشن ايه او او ايكو لوكيشن دي لو انا عندي على بتاع بحر مركبين مايكروفون واللاوت سبيكر في نفس الوقت اللوت سبيكر بتبعت بس الساوند ويف الرينج بتاعها في الالترا فريكنسي اللي هي اعلى من تونتي تاوزند هيرتز الوايف دي بتنزل تغبط في السورفس بتاع السي بد وبعدين ترجع تاني تبقى المايكروفون والاتنين دول متوصلين بتايمر التايمر ده هيحسبلي الساوند راح ورجع في بس بما اني بتكلم على بتاع الايكرو فانا اقول ان انا لو انا عارف بتاعت اللي هي بايداوي الف وخمسمية هقول ان هي اللي انا عايزها فاقول هتبقى اللي انا عايزها طبعا عبارة عن مين وكل دول انا عارفه انا عارفها فانا كده اقدر احسب بتاعت من فوق بكام طيب الحاجة التانية اللي احنا بنستخدم فيها او ان احنا نعمل للمنظر بتاع بتاعت أو ساعات بنستخدمها يعني في الفكرة برضو ان انا عندي بتروح من حاجة بتغبط في بتاع بتاعت وترجع او بتمشي ابعد شوية وبعدين توصل وترجع وهكذا كل لما بتاع او بيزيد ده معناه ان انا دخلت ديبر الدبث بتاع الويف بيبقى ابعد فانا بتاع الرفلكشن بيديني عن الدبث جوه بتاع البدي فانا دلوقتي اللي انا بعمله ايه بوصل بقى ده لكمبيوتر الكمبيوتر بيترجم بتاع الرفلكشن لكولورز بتبان على السكرين فاقول في الحتة دي التايم كان طويل شوية فانا هرسمها دارك فورت التايم كان قليل قوي فانا هرسمها برايت فورت فده بيقولي ان الحتة دي قريبة الديستنس بتاعتي قريبة فانا هترجم الديستنس اللي الويف بتمشيها وبعدين بترفلكت لكولورز من التايم كل ديستنس معين هترسم لي كولور معين وبالتالي اقدر ارسم صورة للحاجة اللي جوه البادي الحاجات التانية اللي احنا بنستخدم فيها الالتراساوند ان انا ممكن استعدمه ازاي طيب لو انا عندي دلوقتي في مثلا حد عنده كيدني ستونز اللي هي شوية كده بتدري تتكون مع بعض لغاية اما عملت كده والسفير دي مش راضية تخرج من الدكت اللي بيفضي الكيدني كبيرة قوي وعمالة تتحرك وعمالة تبتدي تعمل دامج جوه الكيدني لو انا من بتاعت الحاجة حطيت ده برضو وبتدي ده بعد الفريقونسي بتاعتها عالية قوي هتخلي الستون دي تبتدي تبتدي بفريقونسي عالية جدا كاني بعمل لها مخمضة كده فهتبتدي الستون دي تتفتت لحيطة اصغر والحيطة الاصغر دي تقدر تخرج من بتاعت الكيدني فانا كده تجنبت مسلا ان انا اعمل ان انا افتح جرح في البادي بتاع البيشن واشيل الستون دي دي اوبشن من الابشن ان انا اضطر اعمل الابشن التاني ان انا اعالج البيشن ده بالالترا ساوند ان انا اوجه الالترا ساوند الناحية الكيدني فهتخلي اللي جوه الكيدني تفايبريت بسرعة قوي لدرجة ان هي هتبتدي تتكسر وتستفت لحيطة اصغر والحيطة الاصغر دي ينفع تجو مع برة في ونخلص منها خالص كده احنا خلصنا الشابتر بتاع الساوند ويفز دلوقتي نقدر نحل بقى على اللي هما والساوند الفيديو ان بتاع السيليبس بتوعي موجودين في مكتبة اطلس او في مكتبة سمارت كهارد كوبي انا احط اللينك بتاعة المكتبات او النمر التلفونات بتاعة المكتبات دي في بتاعة الفيديو ده وانتو عندكم انتو تشتيروهم كهارد كوبي او من مكتبة اطلس مش ورق مطبوع لو انتو مش في القاهرة او مش في مصر مش افاليبل عندكم انتو يتبع تلكم او كده او انتو تنزول تشتروها ممكن تشتري سوفت كابي للنوت وال كلاسفايد النوت بيبقى معها سامري الكلاسفايد بيبقى معها مدل الانسرز محلول فيها كل حاجة بالتفصيل وبال بالديتيل بتاعة الكالكليشنز والديتيلز بتاعة الكلام اللي مفروض يكتب في الاسئلة العادية واشوف في الفيديو اللي جاي انشاء الله